اشتركوا في القناة وعيادات مجرية متنقلة بشراكة مع المجتمع المدني تكريم نخبة من فناني العرائس في اختتام دورة ثالثة من ايام قرطاج لفون العرائس ونشاط تلمذي فني مكثف في مهرجان افروديسيوم موقع تلفز تونيسيا رسمي وصفحتها عبر فيسبوك يابو الثاني الاخبار مباشرة ايضا مشاهدين فاهلا وسهلا بكم انتخابات بلدية جزئية تشهدها عديد المعتمديات والدوائر البلدية في تونس اليوم تدور بالقلع الكبرى من سوسة واتبرقى من جندوبة وازمور من نابل وشيحية وساقيت الزيت من سفاقس نقف في محطة اولى مع اجواء تقدمها بولاية سفاقس هكذا انطلقت الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الشيحية في مختلف مركز الاقتراع امام انتظرات المواطن من المجلس البلدي المقبل انطلقت منذ يوم امس بالنسبة للامنيين وقوات الحملة للسلاح العسكريين وهي تتواصل اليوم بالنسبة للمدنيين تخابات هذه الدول في عدد ثمانية مركز اقتراع بالنسبة للبلدية الشيحية تتوزع معناها تحتوي المركز هذه على عدد اعلى عدد ثلاثة واربعين مكتب اقتراع العدد جملي الناخبين بالدائرة البلدية بالشيحية هو في حوالي ثلاثة عشرين الف وثلاثمية عشرين ناخب مجلس بلدي يتكون من عدد اربع وشرين ما قاعد يتناشص عليه عدد ثلاثة قائمات ان يقوم بواجباته على احسن ما يرى ان يكون متحايد عن الاحزاب وان يسعى جيدا الى النهوض بهذه المنطقة التي لم تعد لها اي اهتمامات لا من النظافة لا من الاحياء البناءات الفوضوية المطلوب هو اللي ما قد متوشل المجالس البلدية القدم وتوفير الظروف الملائمة للمواطن من منطقة الشاهية اللي بالرغم من ان بلدية الشاهية كانت تسعى ديمة للمزيد من الاحسن لمنطقة لكن المطلوب انهم يقوموا بواجباتهم كمجلس بلدية بدورها فتحت مراكز الاقتراع ابوابها بمناسبة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية ساقيت الزيت ساقيت الزيت المجلس البلدي متاحها يتكون من 30 مقعد يتنافسوا عليها عدد خمسة قائمات مستقلة دائرة البلدية تتكون من عدد 39.760 ناخب والدور الانتخابات في عدد 15 مركز اللي هي تضامن بدورها على عدد 73 مكتب اقتراع مشاكل كبيرة في الكيسات والبطوار عنا بحضنا بطوار ماذا بينا يخرج من وصل البلد هذه اكثر حاجة مقلقتنا احنا مبدئيا ونضافة بانسي رحنا توان عني ومن مشاكل نضافة قد اشتار لنا ما هزوش الفضلات ماذا بينا عنيتها نطوروا شوية من الخدمات متاعنا صرعة المعاملات له بالجهة من كيسات مكسرة من فضلات أنا نسكن في مركز بعصيدة مثل لو كانت توفرون مكتب بلدي غاديكا بيش واحد يمشي 4 كيلومتر بيش يطلع مضمون ولا حاجة تصعب حتى في المواصلات الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي ساقيت الزيت وشيحية شهدت اجراءات صحية استثنائية للناخبين والمراقبين والعاملين في مركز الاقتراع تحسبا من فيروس كورونا فقد صحتك حملة طبية توعية انتظمت ببلاية زغوانة امنها اطباء مختلف الاختصاصات تطوعوا لتقديم استشارات طبية وفحوصات للراغبين من اهالي الجهة فيما هيأ لهم ظروف الحملة نشطاء من المجتمع المدني استشارات طبية وفحوصات في مختلف الاختصاصات لفائدة اهل ولاية زغوانة امنها اطباء متطوعون من خلال عيادات مجانية في طالح حملة طبية توعاوية تحت شعار تفقد صحتك عنا عملية فرز المرضى اللي تصير في الغيتشوسي ومبعدين يقوموا بها زملائنا من الطب العام والمريض اللي يسحق انه يشوفوا طبيب مختص قاعد يطلع وانا شوفنا متوزعين كل طبيب مختص في عيادة ونشوفوا في المرضى ونعديوا عليهم ونشوفوا طبية وانا شوفنا متوزعين كل طبية وانا شوفنا عشرة اطباء اختصاصيين قاعدين يعديوا لكلهم في الاختصاصات الكل متعدة من الاختصاص العام حتى الأنواع الجراحة الكل جراحة العيون كل شيء متوفر حتى النساء والتوليد بالاطفال باش نسيهم بوال عمل التطوعي للناس لي ما عندهم مش لي موين باش يعديوا في عن طبيب الجلد المبادرة شهدت اقبالا من طرف أهالي الجهة خاصة بعد التأثيرات السلبية التي يمكن تظهر على الصحة بعد الإصابة بكوفيد وذلك في صورة عدم إجراء التشخيص الضروري على الصدري باش نعطي عندي انا الدم واش حان في الدم ما ما صدري نحس مقلقني شوي جيد باش نحبنا عادي عن قلب عادي على الصدري واحد جيد فقد يعني صحته كاملة عندي قلبي نحس فيه عنده حاجة جيدة قلت خلنا بتنشوف ما كان نشوف شنوه ثمه مبدئين كان صباح الدكتور قالي الضربة في بلساتها كل شيء مريق صباح قال كان عطاني الدواوي لحاجة ناخد دواوي نحاول يعني نتبع نحب نتبع الحالة مرض بالقريب نسكر القريب جيم تلسك والخشم يسكر معاش ناجم نتنفس برشة مرضا ما نجموش معتا ما كانش عندهم تتبع في الاختصاص متاع الأمراض الصدرية ولا في اختصاصات أخرى قاعدت عندهم أضرار من الكوفيد برشة مرضى كل سواء في اختصاص الأمراض الصدرية ولا في اختصاصات أخرى هذه فرصة للمرضى باش يجي ويعديه وباش يتفقد الرويح باش يخطوك بالشهر رمضان القافلة الصحية مثلت فرصة للاستفادة من الخدمات المزداد وتوعية الأهالي بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر كما أن هذه الحملة انتظمت قبل أسبوع من شهر رمضان المبارك ليتسنى لعدد من الأهالي الأطمئنان على صحتهم حتى يتمكنوا من الصوم في ظروف صحية جيدة خيال الظل عرائس الخيط كما يعرفها المجدودون بحركة الأصابع في خيوط الدمى محدثين بالقصص والتعبيرات عن الإنسان وحركته في الفضاء وخياله اللامحدود كذل التونسيين موعد معها طيلة أسبوع حتى السبت موعد مع مريونات فن وحياة أيام قرطاج لفنون العرائس في دورتها الثالثة وقد شارك فيها محرك دمى من ثمانية عشر بلدا وتبعها أكثر من ستة عشر ألف مشاهد له حكاية تحكى وذكريات تتزاحم في الوجدان حذارات يتحرك خيالها أمام الأجيال وشخصيات من الموروث الشعبي أو التاريخي تجد صداها في خيال الظل أو فن العرائس المريونات الفن الشعبي الذي تعود أصوله إلى الثقافات الآسيوية القديمة احتفي به في الدورة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس التي أصدل ستار عليها ليلة البارحة بحضور أهل الفن والمسرح والثقافة من تونس وخارجها أين تم تكريم عدد من رواد هذا الفن حسب ما شاهدناه من الأقبال على العروض والورشات نجم قوله كانت دورة ناجحة ومتميزة جدا الأقبال كان بكثافة العروض كانت جيدة جدا أيام قرطاج لفنون العرائس تجربة هامة وفريدة حقاً تابعنا مشروع من العروض المميزة ودورة هي تستحق الاهتمام والالتفات تفاجأت من كم العروض على مستوى النوع من كم العروض المسرحية التي شاركت بها دول عروض متنوعة واكبها أكثر من ستة عشر ألف شخص تابعوا فن المهرج والدم العملاقة وتجولوا بين أجنحة المعرض العرائسي التجاري المقامي على امتداد هذه الدورة برشة سبكتاكل أباغ اللي يباياوا معناها فما برشة بليش معناها ما شاء الله للنس الكل اللي نجم وننجمش نجم يحضر معناها فامتو شيخو شيء وحطر كبار روانا كينو دخل نعمل كيف معنا ونعمل جاو ملزو تجني تفرجت تفرجت في الليلة الكبيرة عجبتني الماريونات العرض عجبني خطر كله غنيه والغنيه تعجبوني خطر من القدم أجبت الصغار المصباح متسعة شفنا العروض لكل بريس كاربعة والخمسة عروض وخرقين للعادة الدورة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس انتظمت تحت شعار ماريونات فن وحياة واهتمت بعرائس الخيط وقد شهدت مشاركة ثمانية عشر بلدا من ضمنها مصر ذيف شرف في دورة امتدت على مدى سبعة أيام ومن أجل تطوير المادة الترفيهية التثقيفية الموجهة إلى أطفال بولاية المهدية حركة نشطة دبت في دار الثقافة بالجهة معلنة دورة أولى من مهرجان أفروديزيوم الدولي لفن العرائس موعد ثقافي تشكيلي جسدته ورشاة صناعة عرائس وتحريكها ومعرض دمان عملاقة وعروض مسرحية وغيرها كثير وجميلة مهرجان أفروديزيوم الدولي لمسرح العرائس تظاهر ثقافية شمعت بين العروض المسرحية والوارشات والمعارض من تنظيم دار الثقافة بالمهدية بشراكته مع مركز الفنون الرقحية والدرامية بالجهة هو مهرجان يأتي في إطار تطوير المادة الثقافية المقدمة للجمهور وجمهور الأطفال بصفة خاصة في العطل المدرسية وفي غير العطل المدرسية الحقيقة لناخذ مبارشة مع صغيرات ثلاثة ورشات موجهة أساسا للمنشطين بدور الثقافة ونوادي الأطفال بالجهة لأنه دار ثقافة تبحث على التأسيس لفعل ثقافي جاد وهدف ومسرح الطفل يحتاج إلى وقفة حقيقية إلى مشروع إلى تصور إلى رؤية لذلك كان ديما العمل في إطار الشراكة بندر ثقافة ومركز فون درامية من أجل ترسيخ هذا الفن لأنه إذا تبني النشأ على حب مسرح الطفل هو غضوة باشترقها في مسرح الكهول واشترقها في إطار مهرجة مصارات وكانت دورة لولة هذه في إطار مهرجة أفروديزيوم ذلك الاسم العريق الضارب في هذه الطربة ذلك الاسم الروماني لمدينة المهدية أردناها إطلالة أولى في معرجان دولي وإن شاء الله العروض الدولية باش تكون أكبر في الدورات القادمة إضافة إلى العروض المسرحية تضمن هذا المهرجان معرضا للدم العملاقة وورشات فنية لصنع العرأس أمنها عدد من المؤطرين من أساتذة المسرح جيت المهدية بش نقدم وورشة المناشتين في صناعة عرأس خيل الظل تعرفنا على مصر خيل الظل وإلى جانب المربين استفاد من هذه الورشات الفنية عدد من منشطين نوادي دور الثقافة وكذلك الأطفال الذين كان لهم نصيب الأسد في الإقبال على صنع العرأس أنا سمعت بالورشة في المدرسة عملنا كحفلة ووزعوا لي نورها ككل شهرات أخي سمعت بالورشة قلت خانجي جاء أجبني الجو وتعلمت اليوم كيفاش نخيط نحن أول حاجة من رواد دور الثقافة من نادي الفن تشكيل المعاصر جينا اليوم بش نعملوا فورميسيون بش نتعلموا كيفاش نصنعوا المغيونات أي بدنا نتعلموا التكنيك وكيفاش نصنعوهم معرجا أفرد زيوم الدول لمسرح العرأس بالمهدية بادرة أولى يحرص المشرفون عليها أن تكون تقليدا سنويا يحتدن الأطفال والمولعين بالمسرح من أجل اكتشاف وسقل المواهب الناشئة شدد الخبر العربي والعالمي نبدأه من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة أين فتحت زبارق بحرية المحتلة الغاصب على مراكب صيادين الفلسطينيين الرصاص وخرطيم المياه في بحر غزة محاولة إغراق أحدها كما هجمت الصيادين ومراكبهم على بعد نحو ستة أميال قبالة بحر مدينة رفح وأجبرتهم على مغادرة البحر والعودة إلى الشاطئ وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الاجتماعات مع القادة الفلسطينيين خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط ستتناول سبول تهديئة التوترات خصوصا في شهر رمضان معلنا سعي بلاده إلى تحسين حياة الفلسطينيين وفق تصريحه في يوم العمليات العسكرية الروسية الحادي والثلاثين قصفت القوات الجوية أكبر مستودعات الوقبود الأوكرانية بمدينة الفيفا عد استهدافها مستودعات أسلحة ومعدات لاسلكية ومنشأة أبحاث نووية في خاركيف نقاط الاستهداف التي تضربها روسيا تعكس بوضوح إرادة موسكو ضرب القدرات العسكرية الأوكرانية لإجبارها على عدم الانضمام إلى حلف الناتو في انتظار أن تنتهي مفاوضات الجانبين ربما إلى ثاني كييف عن ذلك في تصعيد لعملياتها العسكرية في أوكرانيا انطلقت القوات الروسية في تدمير المستودعات النفطية في مدينة ليفيف وهي أولى الهجمات من نوعها تقع داخل حدود المدينة منذ بدء النزاع الروسي الأوكراني حيث قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية استهدافها عبر صواريخ كروز لمستودع وقود ومصنع للإصلاح اللاسلكي وتدمير ترسانة من الصواريخ المضادة للطائرات وعدد من الطائرات المسيرة تطور العملية العسكرية شمل قصف القوات الروسية من جديد لمنشأة الأبحاث النووية في خاركيف ولم تتضح لهذه الساعة نتائج العملية وحجم الأذرار بسبب الأعمال العدائية التي لا تتوقف في منطقة المنشأة النووية من جانبه أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أن روسيا بدأت في تدمير مخازين الوقود والأغذية الأوكرانية مما يعني أن الحكومة ستضر إلى وضع هذه المخزونات في أماكن متفرقة في المستقبل القريب مشيرا إلى أن روسيا تجلب قوات إلى الحدود الأوكرانية وتقوم بمحاولات جديدة للتقدم داخل الأراضي الأوكرانية على الصعيد الدبلوماسي جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي دعوته للدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها لبلاده وأن ما تتطلب أوكراني هو دبابات ودفاعات جوية وأسلحة مضادة للسفن وأن على الشراكات تكثيف المساعدات لأوكراني لأن ذلك من أمن أوروبا إلى الرياض الآن لتابع أربعة ألاف عداء من عشرين دولة أغلبهم تونسيون اجتمعوا اليوم في صباح رياضي بمسلك عبر سيدي بوسعيد والمرسى وجمرت محين نسخة ثانية عشر من تظاهرة خطوات ميجارة للعدوي على الطريق سبقان أحدهما رسميون والآخر مفتوح للراغبين مثل فرصة لعديد التونسيين لمزاولة نشاط بدني وترفيهي بحماسة واستمتاع هوات العدوي على الطريق كان لهم مواد مع تظاهرة خطوات الميجارة في نسختها الثانية عشرة التي منحها حوالي أربعة ألاف مشارك بمختلف الأعمار نكهة خاصة تدل على مكانة ممارسة الرياضة لدى المواطن التونسي تظاهرة استقطبت مشاركين من عشرين دولة تمتعوا بفقرات تنشطية عبر كامل مسارك السباق التي شملت الطرق السياحية بالمرسى وسيد بوسعيد وقرطاج وجمرت بعد عامين غياب بسبب الكورونا ترعلي فولي الميجارة في نسخة الاثناش هذه هي صحيح طوارة رياضية بالأساس لكن عندها أبعاد سياحية كبيرة جايين من قابس حابين نشرقوا في الميجارة وما شاء الله أنا أتيت من بريطانيا وسعيد بالتواجد هنا للاستمتاع بتقسي تونس والمشاركة في هذه التظاهرة التي تضم الكبار والأطفال والعائلات هي فرحة تشجيع الناس بشي يعملوا المارس بشي يعملوا سبورش يجري وأحسن حاجة ما بلايس ما نعرفهش أنا في المرسى وليت نعرفها نشرق بالجرية ونشوف حتى الأثار ونشوف أمور اللي ربما كنت نجالة ديمة سبور موجود في تونس بكيفية كبيرة برشا سيتور رياضة الركض كمنهاك ما شاء الله فوق 3500 بشار اليوم يعني حاجة كبيرة برشا تويسة بصفة عامة تولتم خاخوا كل سبورتيف تحب الانترينمون كناحية شوي سترقية ادمام روتين كنشوفوا العدد الكبير هذا نقولوا أنه حب الرياضة نعاودون أزرعه في التوانسة اللي ما يعملش الرياضة راه خاسر واللي يعمل الرياضة راه يفرح وربي رجعنا الفرحة لتونس برنامج التظاهر تضمن السباق الرسمي لنصف الماراتون على مسافة 21 كيلومترا وسباقا ثانيا مفتوحا للجميع امتد على مسافة 5 كيلومترات حيث استغل عدد من العدائين المنتمين للجمعيات الرياضية هذا الحدث للمشاركة والأعداد لقادم المسبقات لعنا عدائين صحيحة من الجيش الوطني والحرس الوطني وعنا زاد بعض العدائين من الفريق الوطني مغتمين الفرصة بالشاركة في المناسبات هذه للتحذيرات جمعتين التالي شاركنا في الماراتون متاع اللاك شاركت في 8 كيلومتر جيت المرتبة 25 بالنسبة للماناتون ميقارا هذا يمنظم بالقديعة اليوم الساحة جيت في المرتبة السابعة خطوات الميقارا تظاهرة تجمع بين التنشيط والرياضة والسياحة استعادت باريقها بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا مباراة ودية في كرة القدم خصصة مدخلها لمساعدة جمعيات خيرية إنجليزية فاز لاعب برشلونا القدامى فيها على لاعب ليفربول هدفين لهدف بملعب إنفلد بليفربول وسجلت جوفاني والبرازيلي ريفالدو هدفي برشلونا أما هدف ليفربول فتحقق عبر النجم السابق ستيفان جرار وشهد لقاء مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الذين أسهموا في تألق الفريقين على مدى سنوات عديدة شغلة بتفريقاتنا من العالم تقص اليوم حكايات شغف من هنا وهناك تظهر أولاها دور العمل النبيل التطوعي في إنقاذ البيئة حيث بمجهود خاصة ومبادرة ثنائية أطلق غواصاني من الأردن مبادرة لتنظيف البحر الأحمر من القمامة وإنقاذ الحياة البحرية التي تلوثت ثلاث سنتي شائحة نتابع مع المشاهدين الشغف بالغوص واكتشاف أصرار أعماق البحار هي نقطة التقاء الشابان سيف المدنات وبسان الشريف من الأردن خلال رحلة غوص في البحر الأحمر في بداية جائحة فيروس كورونا وما لحظه من وجود كمية كبيرة من القمامات تحت الماء دفعهما إلى تحويل جغافهما إلى غاية نبيلة فقرر إطلاق مبادرة غير ربحية تسمى بروجيكت سي تهدف إلى معالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه الحياة البحرية وهي التلوث هي عبارة عن مبادرة بتشمل حملات مختلفة حملات تنظيفية لقاعة وجوف البحر في البحر الأحمر للأسف النفايات صارت تشكل خطر وتشكل تهديد للحياة البحرية من الأسماك والحيوانات البحرية عم بتموت تقريباً مئة ألف من الثديات البحرية سنوياً من النفاياتنا بنفس الوقت مئة مليون سمكة عالمية كمان عم تنفق من وجود البلاستيك في أمعاها غير هيك الشعاب المرجانية عم بتعاني من ظاهرة الإبيضات وهي الموت التدريجي ولإنجاح مبادرة بروجيكتي تعاون الشبان مع شركة أردنية محلية لإنشاء شموع محدودة الإصدار وتدعم الإرادات من بيعها حملات تنظيف البحر كما قام الشبان بتنظيم حملات لجذب غواصين متطوعين لجمع القممات أثناء الغوص وكانت أول عملية تنظيف في جوان الماضي وتم تمولها بالكامل من خلال أرباح بيع الشموع ولغاية اليوم تمكننا من جمع أكثر من 16 ألف قطعة بلاستيكية واثنين طن من النفايات العامة معظم هاي النفايات منوديها للمشاغل اللي هم بيعملوا لها إعادة تدوير سواء داخل الأردن أو بصدروها لخارج الأردن لإعادة التدوير وكانت عمليات تنظيف اليوم الخميس الفارت مميزة جداً فقد كانت عمليات غطس مخصصة للإناث فقط شاركت فيها 20 إمرأة من أكبر مجتمع غطس في العالم للمرة الثالثة لتنظيف أحد مواقع الغوص وهو خليج العقبة جنوب العاصمتية الأردنية وصلوا معنا على أساسي يكون جزء كبير من الرحلة تحتهم فنحن كثير من ركز على قيم معينة أهمها تمكين المرأة واشتراك المرأة برياضة الغوص وكجزء من حملاتها التوعوية طويلة المدى تعملوا مبادرة بروجيكت أيضاً مع ناشرين ورسمين مختلفين لتصميم كتاب للأطفال يركز على تحديات الحياة البحرية هذه المعودة لإخباري مشاهدين الكرام وهذا تذكير بالعنوين انطلاق عمليات الاقتراع للانتخابات البلدية الجوثية بعدد من الدوائف منها ساقيق الزيت وشيحية بسفاقس وسط إجراءات تنظيمية وبروتوكولات صحية حملة طبية وتوعوية وقافلة صحية متعددة لاختصاصات وعيادات مجانية متنقلة بشراكة مع المجتمع المدني تكريم نخبة من فنانيا العرائس في ختم دورة ثالثة من أيام قرطوج لفن العرائس ونشاط تلمذي فني مكثف مهرجان أفروديسي جديد الأخبار وصديقه ومفيده تتابعونه دوما عبر قناة يوتوب وطني ريبلاي والموقع الرسمي الخاصين بالتلفازة التونسية بيت التونسيين نهاية أسبوع مريحة